The name of Allah ويستارت أهلا وسلم بكم أصدقائي واليوم راح نتكلم موضوع جدا مهم وجدا حلو اللي هو الأحرف كنا نعرفوا أن الأحرف اللغة الإنجليزية لكن الحرف إلى اسم وإلى صوت يعني السادة الحرف شنو اسمه؟ اسمه أي لكن الصوت مالتقاه يعني شنو الصوت مالتقاه يعني من أجي أقرأ الكلمة ما أقرأ هاي لا أقرأ آ فرح ناخذ الاسم والصوت من نكملهم إن شاء الله رح ناخذ كلمات ونطبق عليها هاي القواعد نشوف رح نقدر نقرأ الكلمات لغة إنجليزية يعني من خلال هذا الشرح إن شاء الله رح نكون قادرين على تعلم القراءة يعني الكلمة من تجينا عرف أقراها يعني من أجمع الأحرف يكون عنده كلمة بالضبط مثل العربي اللغة العربية عندنا الأحرف من ندمج حرفه بحرف يطلع عندنا كلمة كذلك باللغة الإنجليزية فهنا رح نيجي هذا كنا نعرفه هذا حرف الأي طبعا هذا كابتل هذا السمول هذا اسمه أي لكن الصوت مالته آ يعني بالكلمة آ ألفظ آ بعد ما نكمل إن شاء الله الشرح رح ناخذ كلمات ونشوف الشرح نشتغل عليها فقلنا هذا أي كابتل هذا أي سمول الصوت مالتهن آ نفرق بين الإسم وبين الصوت اسمه آ صوته آ بعد ذلك رح يجي عدنا حرف البي هذا اسمه بي بي طبعا هذا كابتل هذا سمول بالكلمة شون لفظه شون نطق الصوت مالته ب مثل الب بالعربي ب بعد ذلك عدنا حرف السي اسمه سي لكن هذا الحرف بصوتين مرات نقرأ بالكلمة سي ومرات نقرأ ك هسه رح نجي يمتع نقرأ ك ومي يمتع نقرأ س يعني مثل السي السي يعني هجي نقرأ رح ناخذ هاي الحالة وهاي عكسها شلون هسه رح نجيها أصدقائي هذا حرف السي إذا إجا بعد أذن الحروف يعني بعد حرف السي يجي أذن واحد من هاي الحروف اللي هي الإي والآي واليو عفوا الواي رح نقرأ اس يعني هذا الحرف نقرأ اس ما عدا هن ما إجا ورد حرف السيادة لحرف نقرأ ك تمام وراح ناخذ أمثلة بعدين رح توضح عندنا عفوا رح توضح عندنا هاي القاعدة شنو يعني يمتكي نقرأ ويمتا نقرأ سي مثل السي هذا الحرف جدا بسيط اللي هو حرف الـ الـ اسمه دي وبالكلمة الصوت مالتا دق مثل الدق بالعربي بالضبط هنا عدنا هاي الكلمة اللي هي عفوا هاي الحرف حرف الـ 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 هذا كابتل وهذا الـ بالكلمة بالكلمة نقرأ هذا مثل الفتحة بالهذا اي هي تي نقرأها اي اي مثل الفتحة بالعربي يعني عدنا باللغة العربية الفتحة تساوي هذا الحرف من يجي نقرأ الكلمة عدنا هذا حرف الـ هذا كابتل هاي السمول بالضبط مثل الـ بالعربي ما بيفرق عدنا هذا الحرف ايضا بيسيط يعني هذا حرف الـ جي اسمه جي الصوت مالتا ق يعني بالكلمة مرات نقرأ ق ومرات نقرأ ج هس يمتا ق يمتا جي نجي على هاي الحالة وهاي عكسها حرف الـ جي اذا اجا بعده اي اي واي نقرأ ج ما عداها نقرأ ق يعني شرط يجي وراها الجي اذن الأحرف حتى نقرأ ج ما عداها ق خلص من طولب هاي القاعدة لان هي جدا بسيطة وجدا واضحة يعني انت تحفظ هذا الحرف حرف الـ جي اذا اجا بعده يعني يجي وراه اي او اي او واي نقرأ ج ما عداها نقرأ ق عدنا حرف الـ اي هذا الكابتل هذا السمول اسمهم اتش نعرفه لكن بالكلمة من يجي نقرأ نقرأ اه 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 هي اه بالضبط فاستعرفنا هذا الصوت اه من يجي نقرأ الكلمة اه هنا عدنا حرف الآي حرف الآي بصراحة بعدة صيام مرات نقرأ آي لكن احنا رح ناخذ الحالة الاكثر شيوعا الاكثر شيوعا نقرأ اي 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 هو هذا هنا يعني للأسف خطآن هنا خطآن هنا رح نصححها هاي المعلومة اللي هي بالضبط الصير مو اي يعني اي قوية الصير جدا رح نصححها ونكتب ا مو اي ال اي بعدين ان شاء الله بالدرس عدنا بعد جزء رح يكون جزء ثاني للاحرف رح ناخذك وحروف تطلع عندنا صوت ال اي هاي اي هذا ينقرأ بالكلمة هذا الصوت مالتا اي هذا الحرف جدا بسيط وحلو الجي الجي ينقرأ ج هس تشوفوا عدنا هذا هنا ينقرأ جي يمت هذا الحرف ج عدنا هذا حرف الكي ينقرأ ك يعني هذا مثل هذا هذا ك وهذا كنفس الصوت طبعا رح ندرس حالات الكي بيها يكون ما يلفظ يعني يكتب بالكلمة بس من يجي نقرأ ما يأمان اللفظة الحرف ال الل اللي هو مثل اللام بالعربي يعني ال بالضبط ال بالضبط ال ال هي تشي يكتب يعني هنا ما واضح هنا ما واضح مثل العربي هنا عدنا الام الام ام اسمه بالكلمة نقرأ ام ام مثل العربي ام بالضبط الان هذا كابتل هذا السمول نقرأ ان ان طبعا هنا ما كتوبة الان يعني مثل البداية الكلمة البداية يصير بالعربي يعني ما كتبناها احنا هيج خلني اكتبها هيج غاف واحد ما يفهمها ان هذا الان عدنا هنا حرف ال ا هذا حرف ال ا بالكلمة ايضا ينقرأ ا بس قصير ا مو نطولها ا ا قصير هذا الحرف ب ب ب يعني الصير بالضبط اهيجي تخاف واحد ما يفهم هاي شنو هاي باب هذا اهيجي يعني ابناء التلاميذ خصوصا بالمرحلة الابتدائية لان ما يعرفون يقرون ابد يعني ما يعرفون يعرفون يعني بس يقرون اي بي سي بس ما يعرفون يجمعون الاصوات يعرفون الاصوات الحرف ويجمعون كونه كلمة فهذا الدرس هو عام يعني للتلاميذ في مرحلة الابتدائية وكذلك متوسطة والإعدادية ولجميع محبين اللغة الإنجليزية فهذا الفرق بين هذا هذا ب بالضبط هايجي احنا كاتبين يعني انا نكاتب هنا ب اولية او ب اخرية هايجي هذا هذا ب هذا ب هنا من ننطقة يطلع هواويا ب ب هنا ب عادي فاللي هنا اصدقائي شرحت هذا الاحرف كل حرف اسمه اسمه وصوته بعد ذلك ان شاء الله راح حسه راح نبدي نطبق ناخذ كلمات ونقراها ناخذ كلمات نتهجاها نسوي ونسوي الاحرف هسه راح ناخذ بعد ما اخذنا القواعد اخذنا كل حرف في الصوت مالته وطبعا يا اصدقائي ملاحظة جدا مهم امطيكم هاي القواعد مو قواعد ثابتة يعني شلون هاي القواعد تسعين بالمئة تنطبق لأن لكل قواعدة اكو شوار لأن اللغة الانجليزية هي سموها لغة الصوتيات يعني ما بيها شي ثابت يعني اكو احرف مثلا تكتب راح تلقوها مكتوبة لكن ما نقراها واخوة احرف تتغير اللفظ مالتها فهاي القواعدة تسعين بالمئة يعني اذا ضبطت هاي القواعد تسعين بالمئة راح تقوم تقرأ صح ان شاء الله فاخنناخذ الاحرف وناخذ الكلمات عليها هس احنا نتعامل اصوات هذا شنو الصوته هذا الحرف صوته ا عرفوا انه هو اسمه اي بس صوته بالكلمة انا ما لشغلة بعد نعوف اسمه هذا ا وهذا قلنا ب وهذا ال طبعا ال الوحده اللي تلقوها اي وحده بنهاة الكلمة لا تلفظ ابدا ما تلفظ هاي قاعدة ثابتة ال ا بنهاة الكلمة لا تلفظ ف ا و ب ا و ال ابل قلنا ال اي ما ينقرأ فاش رح تنقرأها ابل معناتها تفوح ا ب ال ابل نجو بعدها لهذا الحرف حرف ال ب ينقرأ قلنا مثل ما باللغة العربية ب ب وهذا الحرف اخذنا تونه شنو ا ب و اك زيان هذا الحرف قلنا ينقرأ مرات ج و ينقرأ مرات ا يمتى ينقرأ ج ينقرأ ج اذا اجن بعد حرف ا و ا ا هسه اجن بعد شي لا ما اجن اذا شن انقرأ هسه ينقرأ ما ينقرأ ج لي اش لان وضحنا السبب انه لازم يجي بعد حرف ا او ا او ي حتى نقرأ ج هسه باي الحالة نقرأ ج فهسه ا با ا با با معناتها حقيبة يعني الجنطة مالة المدرسة او با الكي اس الاخر عدنا هذا الحرف قلنا حرف السي قلنا هذا الى صوت ينصوت مرة ينقرأ ك ومرات اس فقلنا يمتى ينقرأ قلنا ينقرأ يعني السين اس او سي نحن بالعربية نقولها اذا اجا بعد حرف اي او 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 اي هسه هنا نجي هذا الحرف ونشوف بعد اجا اي او 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 حتى نقرأ سي لا اذا نقرأ هسه هنا نقرأ ك سيارة طبعا هذا حرف الار ما اخذنا ك و ا ك و ار سي سي الار بعدنا ما اخذنا ان شاء الله رح يكون عندنا مثل ما ذكرت رح يكون عندنا جزئين نكمل بها بقية الاحرف ان شاء الله هسه اخذنا هاي الحالة اللي هو يمت هذو ك اجا هنا رح يجي نشوف هش رح يجي رح يجي اس يعني سين هذا حرف الس ايش اجا بعد حرب الاي اذا هاذا رح اقرأ رح اقرأ اس ما اقرأ ك اس وحرف الاي قلنا نقرأ ا و وهذا الواي نقرأ ايضا ا فش رح اقرأ س ا س ا ا س ا س رح اصير س س س اللي هي تعني مدينة عدنا نجي بالحرف الدي ينقرأ قلنا الصوت مالتا د فنجي نتهجاه د وهذا الحرف الو قلنا ينقرأ ايضا ا ا وهذا ق هذا الحرف الج شن قرأ هنا ق فراح اقرأ د و ا نقول د ا د اق دو شنو معناتها دو معناتها كلب نجي بعدين الحرف ال ا الصوت مالتها شنو بالكلمة ا نقراها ا احنا ارجع و اكرر و اقول بالكلمة نستخدم الصوت يعني هل تتعامل يا كصوت ما تتعامل يا حرف ال ا اقول لا هذا صوت ا ا ا ا ا ا ا طبعا اصدقائي ملاحظة اذن الحرفين نقراها مرة وحدة يعني حرف واحد ما اقول يعني ما اقول هاي خطأ فاقراها ايج ايج واحد يعني معناتها بيضة يعني ااخذ حرف واحد وكذلك هذا الحرف في اخذ واحد منه نقراه ما اقول ابابابول هاي خطأ اقول ابل اخذ بي وحدة فهسا هاي ا او اك اهنا عدنا حرف ال اف نقرأ اف بالضبط فش هذا قلنا الآي شون نقرأ نقرأ ا ف ف اش بعدنا ما اخذنا قلنا ان شاء الله بالجزء الثاني ان شاء الله رح ناخذ بس لا بأس الان انطيكم ملاحظة الاس اج دائما ينقرأ اش فهذا الحرف ينقرأ اش مثل الشيء بالعربي فارح رقرأ اف ائ ف و اش فش فش معناتها سمكة نجي الحرف الجي هذا ايضا بحالتي انا مرة نقرأها قلت جي و مرات نقرأ شنو مرات نقرأ جي فقلنا يمتى جي هسا ناخذ هاي القي جوت 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 معناتها ماعز هذا الحرف يمتى قرأ جي هذا الحرف اذا اجا بعده اي او اي او واي يلا نقرأ جي ما عداها نقرأ قي شوفوا الدليل هنا هسا قرأتها قي جوت ما قلت جوت لا قلت جوت جوت معز هنا هاي الحالة راح اقرأ جي راح اقول جيراف ما خطأ اقول جيراف خطأ جيراف ليه اش قرأتها جي لان اجا بعدها حرف حرف الاي قلنا هذا الحرف اذا ايجي بعدها اي او اي او واي نقرأ جي جيراف جيراف معناتها الزرافة حرف حرف ال اتش اسمه اتش صوته اه اه اصدقائي اذن الاحرف اللي كلهم كتبناها سواء جل حرف كابتل او وصمول نقراه هو يعني واحد مثل هذا كابتل وصمول صوته اه يعني وين ما ألقاه نقراهن اه فسنج نتجهها للكلمة سواء اه اه هذا الحرف صوته اه 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 ها وان هان ات هانت ها شو نقرناه هانت اللي معناتها يد اه اه اعدنا بعد حرف ال اي اسمه اي لكن صوته شنو ا ا اذا تلاحظون وين اخذنا قريناه كل نفس هذا ا ف ف فش بعد وين اخذنا نا ج ج ج جيراف اه هنا هذا الآي نقرأ ا ا ا صوته ا مثل يها كلمة انك انك ا ان ان اك انك لأن هذا قلنا ك ينقرأ اه معناتها حبر هنا نوجي حرف الج حرف الج الصوت مالته ج ج ج حسنا نجي نتحجي هاي الكالي ونشوف ج وهذا الحرف قلناه شن الصوته ا وهذا صوته شنو ب فنجي نقرأها ندو منش الاحرف ج ا ج ج ج ج ج معناتها وظيفة او مهنة مثلا واحد نسئلا يقول شنو مهنةك وتسجير جعب شنو مهنةك او شنو مهنةك عدنا حرف الكي الصوت مالته ك حرف الكي الصوت مالته ك وحاذا شنو الصوت هاته وناخذناها ب ا ك او ك ان كن اك كينغ تمام هذا الحرف ذلك بناهنة الكلمة دائما نقرأ ج تمام لا تنسوها ج شوفوا بعد وين اخذناها ج شوفوا ج وقلنا الحرفين ناخذ منهم حرف واحد يعني داني الحرفين ما يصرقوا ج لا حرف واحد يعني صوت واحد ناخذ نجحنا البعض حرف الام نقرأ ميم نقرأ هي شو بالضبط ام صوتها ام مثل كلمة عندنا مون مون معناه ترقم فلنجح جهة ام و او طبعا لذلنا حرفا يجبنا ناخذ منهم واحد هذا ينقرأ يعني ما ينقرأ او ينقرأ شوي شو مخففة في انه اطوال شوية مون ام و ان مون لان هذا ان مون معناه تقمر عدنا حرف الان ان هذا الكابتل طبعا حمد الاسمول كل الاحرف اخذناها كابتل واسمول كابتل باللون الازرق والاسمول باللون الاحمر فهذا ان نقرأ ان مثل العرب ان فهنا نتهجح هاي الكلمة ونشوف هاي ان وهذا الحرف قلناه شون صوته مثل الفاتحة بالعربي ا ا ن نه وات هذا الحرف التين قرأ انه ا نه ات نات نات معناته شبكة هادنا حرف الو او او الصوت مالتا مشابه الي او 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 وهذا حرف الال طبعا عبرته هنا تطورت هذا الحرف حرف الال هذا الال بسيط مثل اللام مثل الال نقرأ ال ال مثل كلمة ل ا ا هذا الصوت مالتا ا وهذا ا وهذا ا وهذا ا وهذا ان لمن هذا الو احنا بها الكلمة وما ينقرأ لمن معناته الليبن فبس عفون هذا عبر اقتل هنا ما قرأته في الكومة فنجل اللي هنا هذا خذناها حرف الان قلنا هذا قرأناها انه ا ن ت نات نجل او قلنا نقرأ او قصير او 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 ا ا ا وهذا الحرف بعدنا ما اخذنا لكن نقرأ هذا ذ هذا اف هذا ذ او اللي او طبعا قلنا الاي دائما بنهاية الكلمة اذا وحدة ما نقرأها الاي اذا اجدت بنهاية الكلمة ونحيتها يعني بس وحدة اي وحدة ما تلفظ او اوليف اوليف ما اعطى زيته ادنا حرف الهذا ب ب شوفوا فرق بين هذا هذا ب هذا ب هذا ب هذا ب وهذا ب شون ميز ببيناتهن شون ميز ببيناتهن شون ميز ببيناتهن الميز ببيناتهن هذا من نقرأ يطلع شون الهووية ب وهذا ب فنجهن هذا ب الصوت ميز ببي هو شنو اس هذا بي بي وصوته ب ب وهذا الحرف شنو صوته لازم حفظنا احنا صوته ا وهذا ان احنا نعرفه فنجهن نتهجها ب ا ب ان بان بان معناته القلم الجاب فحاليا اصدقائي هذا الجزء الاول راح اكتبره لان ما اقدر اطول بالفيديو اكثر فقسمتهم الى اجزاء فهذا الجزء الاول وان شاء الله راح يكون عندنا جزء ثاني واحتمال يكون عندنا جزء ثالث فاللي هنا وصلت وياكم لنهاية هذه الحلقة وهذا الجزء انتظرونا ان شاء الله بجزء جديد في امان الله